حضرت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا نالي موتي على رأس وفد إلى الصين في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر تلبية لدعوة مجلس الوطنية لنواب الشعب الصينية هذه هي زيارة الأولى للصين خلال فترة ولايتها في مقابلة حصرية مع مراسل مجموعة الصين للإعلام في بيدين أمس الخميس أكدت موتي بالشدة على إنجازات الصين في مجلة الاقتصاد ومستوى المعيشة وممارسة مفهوم الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية وعربة تطلوه إلى تعزيز التعاون الشامل مع الصين توقيت هذه زيارة رائع حيث يصادف احتفالنا بذكر ستينة لإقامة العلاقات الديمقراطية بين زامبيا والصين وفي الوقت الحاضر أكد رئيسة دولتين مجددا أننا أستقى في جميع الأحوال ورفع علاقات دولتين إلى شراكة تعاونية استراتيجية شاملة ويتعين علينا بذل جهود لتعزيز العلاقات بناء على هذه الصداقة وفي العام الجاري وقعت زامبيا والصين وتنزانيا مذاكرة تفاهم لتفعيل خاطة سكك الحديدية بين تنزانيا والزامبيا الذي مضت عليه أقود والذي تهسم بأهمية حيوية ليس فقط لزامبيا ولكن عيدا للمنطقة بأسرحة وفيما يتعلق بالتبادلات التشريعية يمكننا تعزيز التعاون وشراكة استراتيجية من خلال تعالوم من بعضنا البعض ترجمة نانسي قنقر